لا يوجد في الكون ثابت بعد اليوم إلا شيء واحد فقط تعهد ربنا سبحانه وتعالى فيه الباق سبحان الله وكأن الله عز وجل وحكمته سبحانه تتجلى في الأنفس والأفاق كما قال عز وجل سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم شوف بالله عليك هذه الآية هذا من أعظم ما نزل في القرآن الكريم أنا بالنسبة لهذه الآية من أجمل آيات سنريهم نريمين كل الناس كفار مسلمين مؤمنين الصالحين كل الدنيا والملحد والكاف كل الدنيا آياتنا في الآفاق أي آفاق في عالم الفلك وفي عالم الذرة هذا كله آفاق هذا أفق متدنن وهذا أفق مستعلن سنريهم آياتنا مش في الآفاق وفي الأنفس لأنه كل ما يمكن أن يعبد من غير الله لن يؤدي لك إلى الاستقرار حتى ليش فشان يصلوا إلى إيش طيب شوه هذا الثابت الكونسيستنت الذي لا يتغير ولا يتغير تبدل لا فيزيكام ولا رياضيات وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه منذ زمن بعيد بس ما فيش للقرآن ما فيه ما فيش ثابت آخر لا كتاب فلسفة يعني فلسفة داروين الآن تحت هجوم شديد فلسفة أينشتاين عندها مشكلة كبيرة جدا فلسفة جانجا كروسو بصيبي فلسفة كانت عندها هزة الليبرالية الغربية الله يسطر شو بصير فيها وانتوا شايفين الدنيا وان ما شري الرأس مالية ملت عنه ما فيش ايشي اليوم في حالة ثبات نحن في حالة سيولة وفي حالة بحث عن شيء مركزي نتصبه لكن هناك شيء من خارج الدنيا لأن الدنيا في حالة سيولة تامة ولم يعد لها مركز في شيء لا يمكن أن يتغير لأنه جاء من خارج الدنيا من عند الله عز وجل اسمه القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له نحافظ مش حضراتكم لأن حضراتكم الواقع تبعكم بيخليكم يتغيروا كل شيء شايف كيف؟ لكني أنا الذي سأحفظه ليس سأحفظه لأنه لا يمكن لكائن بشري يعيش في واقع من السيولة التامة أن تكون له الملكات النفسية أو الفكرية لحفظ كتاب الله لا يمكن لأن الواقع سيتدخل والضرورات ستصنع وعيا لا يمكن للإنسان أن يعيشه فكانت اقتضت حكمة الله تعالى أن ينزل قبل 1400 عام كتاب على محمد صلى الله عليه وسلم والغريب في ذلك الوقت إحنا بجوز ما فهمنا ليش ليش واحد في مكة رجل يعني عايش في قرية صغيرة جدا بعيدة عن كل الدنيا لا هو في الدولة الإمبراطورية البيزنطية ولا في الفارسية ولا في الصين العظمة ولا ما يزنون قرية صغيرة بعيدة نائية بتنزلوا تكليفين بكل يا محمد أنت رسول الله كويس جدا رسول الله لجماعة قريش خمس تلاف واحد بحكي معهم بتفاهمنا وياهم والعرب ممكن جيرانهم الطائف بجزء روح لا يفرب كله للناس كافة بالله عليك لو كنت انت بمكة واحدة جكل لك انت بالله بدك تعمل هالرسالة تروح لها الناس كافة شو بيصير فيك يعني هل تستطيع أن تحتمد فكرة للناس كافة في ذلك الزمن يعني لأهل الصين لأهل إفريقيا الغريبة لأهل كل الناس كافة هذا تكليف عجيب ثم الرسالة الأخرى أنك انت ما فيش بعدك رسول الله أكبر كيف يا جمع ما في رسول الرسول اللي قبلك أجو يعمل أبديت على الإسلام الذي أنزل على نوح ثم بعد ذلك على إبراهيم ثم بعد ذلك على موسى ثم على عيسى وكلما تغير الزمن نزلت جديدة نزلت رؤية جديدة نزل دين جديد لكنه انتداد للإسلام الأول صح ولا لا إن الدين عند الله الإسلام من زمن نوح لكن في أبديت لكن أنت يا محمد أنت حيصلك رسالة وهذه الرسالة حتستمر معك إلى يوم الدين للناس كافة وما فيش حدا حينزل لعملها أبديت وهذا من أثقل ما يمكن أن يكلف به مرء مثل نبي يكنف بهذا التكريف الثقيل مش محقول يعني العالمية في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأبرز لذير بالكم لأن الأنبياء من قبله لم يكونوا أرسلوا على الناس كافة كل أرسل إلى قومه لكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن الكون على وشك أن يتحول تحولات أساسية وجذرية تقتضي عالمية في الرسالة لم تعود الرسالة يمكن أن تتنزل على قوم واحد إحنا عايشين عالمية ولا لا بالله عليكم كأني أرى التنزل الجديد للرسالة علينا في هذا الزمن لأنه إحنا عايشين عالمية حقيقيا بعد عشر خمستاشر سنة لا حدود ستكون إش مهم ولا تقوقعات ولا التقاءات متحيزة في الزمان والمكان نحن سنعيش أحدى عالمية حقيقية طيب هذا العالمية الحقيقية تحتاج رسالة عالمية والرسالة العالمية تحتاج إلى مصدر ثبات مش مصدر متحرك ومصدر الثبات هو كتاب جامع عند رب العالمين الذي صنع السنن والقوانين والنواميس هو وبالتالي هو أعلم بأن هذا الكتاب ثابت في نصه ولكن يقتضي صلاحه إلى قيام الساعة أن يكون متحركا في معنى وذلك يتنزل على كل جيل بما وصل إليه ذلك الجيل من وعي وفهم ترجمة نانسي قنقر